دعونا نتوسع في الحديث أكثر مشاهدين الآن مع ضيفنا ينضم لنا الآن موسكو الكاتب الصحفي أندري عنتيكوف سيد أندري أهلا بك معنا بداية دعنا نبدأ ربما هنا بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لماذا يعود الآن مرة أخرى ويهدد بورقة الأسلحة النووية؟ هو تحذير الجديد يعني رسالة الجديدة لدول غربية وتذكير بأن توجد لروسيا خطوط الحمراء ليس صرا أن أوكرانيا استهدفت إحدى القوائل الروسية الجوية في عمق الرادة الروسية مؤخرا فتبعا نحن ندرك تماما أن من نتظم ذلك هي الدول الغربية والخبراء الغربيين موجودين في أوكرانيا وبالدول أغدر من دول الغربية قد حصل ذلك فبتبعا الحل هي رسالة بسيطة جدا تقول بأن لدى روسيا خطوط الحمراء وتجاوز لهذه الخطوط الحمراء يؤدي إلى الراد المناسب من قبل روسيا وهذا ليس فقط كلام ديبلوماسي كما شاهدنا مع انفجار أو تفجير جسر القرم مؤخرا روسيا قد انتقلت للأدوات الجديدة في مكافحة ذلك الجيش الأوكراني وأصبحت تستهدف البنية التحتية قبل كل شيء لمحطات الكهرباء هل توجد لدى روسيا أدوات الجديدة والمتاحة؟ نعم أنا أعتقد ذلك يمكن أن تلجأ روسيا إلى سكك الحديدية وليس صرا من جديد أقول أن هناك الخبراء الغربيين موجودين في الأراضي الأوكرانية روسيا تعلم ذلك بالضيقة ويمكن أن تستهدف هؤلاء الأشخاص بشكل مكثف لذلك من جديد تقول هي رسالة بسيطة لدول الغربية تقول بأن صبر لدى روسيا موجود وصبر جميل ولكن صبر ينتهي في مرحلة من المراحل سيد ندري روسيا مرارا وتكرارا اتهمت حلف الناتو بأنهم أصبحوا ربما طرفا فعليا في الصراع تحديدا في أوكرانيا من خلال تزويد الجانب الأوكراني بالأسلحة وإطاحة التدريب ما إلى ذلك ولكن أين هو هذا الخط الأحمر ومدى سيد ندري الذي لن تسمح موسكو للناتو بتجاوزه أنا أعتقد أن نحن في حالة دائما وجود أو إيجاد حل وسط بين تصعيد والتهدية أنا ذكرت سابقا أن تفجير لجسر القرن قد أدى إلى الرد قوي من قبل روسيا يعني استهداف المحطات الكهربائية في أوكرانيا ولكن في نفس الوقت التصعيد الإضافي سيؤدي تصعيد على ساحة القتال بطبيع الحل سيؤدي إلى تصعيد الإضافي في العلاقات بين روسيا والولايات المتاهلة أمريكية ودول الغربية بشكل عام ولكن في نهاية المطاف نحن بحاجة إلى إيجاد نوع من الحل لهذه الأزمة الأوكرانية لحل لهذه التواطر الحسل في العلاقات بين موسكو وواشنطن لذلك من جديد أقول دائما كل يوم هناك حاجة لإيجاد نوع من الحل وسط أو نوع من الوسط ما بين تصعيد وتهدية إيجاد سبل الجديدة أو تخلي من بعض السبل من بعض الأدوات وإلا ما هناك أي الخطوات يجب أن تكون دقيقة جدا لكي أولا من جهة تستمر الأعمالية العسكرية الروسية وتحقق روسيا أهدافها ومن جهة الأخرى لا تضارر هذه الخطوات إضافيا الفرص لمصلحة مع كل من أوكرانيا وأدول الغربية ولكن سيد أندري لم يتجاوز الغرب وتحديدا هنا البنتاجون وواشنطن الخط الأحمر فعلا صحة المعلومات التي تنقلتها صحيفة التامز البريطانية بأن البنتاجون أعطى تأييد ضمني للهجمات الأوكرانية بعيدة المدى على أهداف داخل روسيا كرد على ما يبدو على استهداف موسكو للبنية التحتية الحيوية في كييف إن فعلا صحة هذه الأنباء ليس هذا هو الخط الأحمر أيضا الذي كانت تضيعه موسكو دائما أمام الغرب والنيتو طبعا هو خط الأحمر ولكن يجب أن نطابع تطورات الأهداف في حال تقوم سلطات الأوكرانية بمثل هذه الدربات في أنقل الرد الروسية فأنا ذكرت سابقا لدى روسيا أدوات متاحة لتعرض على مثل هذه الدربات وقبل كل شيء يمكن أن نتحدث عن مزيد من الدربات ضد بنية التحتية الحيوية بالنسبة لأوكرانيا وجيشها وكذلك يمكن أن تستهدف روسيا لخبراء الغربيين موجودين في أوكرانيا كذلك يمكن أن تلجأ روسيا لتفجيرات المنظمة في الدخل في عمق الأوكرانيا في كييف في غيرها من المدن ضد المباني الحيوية بالنسبة لسلطات الأوكرانية بالنسبة للجيش أو الأدوة الغربية أي أدوات متاحة ولكن أنا دائما نقول روسيا لا تبدر في هذا الصراع استهدفت أوكرانيا جسر القرم فروسيا قامت بزيادة الرهانات في هذه الماركة إذا قامت أوكرانيا بمزيد من الدربات بمزيد من الهجمات فروسيا مستعد لذلك هي طبعا سترود على مثل هذه السيناريو طب مع ذلك سيد أندريك كنت تقول بأنه ربما الرهان بشكل أباخر في هذه الأزمة يجب أن يكون على أحل سياسي ربما عن طريق التفاوض ولكن في ظل المعطيات الحالية ما أفق فعلا الوصول وأساسا حتى الحديث عن موضوع التفاوض اليوم ما بين روسيا والغرب والجانب الأوكراني التواصل موجود بين روسيا والغرب بين روسيا وأوكرانيا ولكن بتعبير الحل أفق غامضة جدا للحل الحقيقي على ما يبدو نحن أمام مزيد من العمليات القتالية وفي نهاية المطاف على ما يبدو حتى حلة الاستنزاف المتبادل ليس فقط بين روسيا وأوكرانيا بل كذلك بين روسيا والدول الغربية بسبب أن نحن نرى أن في عدة الدول الغربية السلطات والرجال الأعمال يشتكون أن هناك نقص في الأسلحة نقص في القدرات الاقتصادية لاستمرار الدعم لأوكرانيا ولما هناك أي حلة الاستنزاف المتبادل بين روسيا وأدول الغربية كيف سنتهي ذلك نحن طبعا لا نعلم ولكن سنعلم ذلك في المستقبل ولكن ربما لمستقبل البعيد شكرا لك على المشاركة معنا سيد أندريان تيكا في الكاتب الصحفي كنت معنا من ماسكو ترجمة نانسي قنقر